كتاب التاريخ للصف الثامن الجزء الثاني هذا التسجيل هو عمل تطوعي مقدم من مبادرة بصيرة للأشخاص المكفوفين وضعاف البصر بالتعاون مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الدرس الرابع الحياة الاقتصادية والاجتماعية في الأندلس أنشأ العرب في الأندلس حضارة زاهرة شملت كل المجالات وكان لها تأثير على الحياة الاقتصادية والاجتماعية أولا الحياة الاقتصادية تمثلت الحياة الاقتصادية في نواحن هي واحد الزراعة هتم العرب بالزراعة في الأندلس فأصلحوا وسائل الري ونظموها وبنوا السدود وشق القنوات وأقاموا الجسور والقناطر واعتمدوا على الحيوانات في حراثة الأرض واعتمدوا على الحيوانات في حراثة الأرض وإعدادها للزراعة وبرعوا في تنسيق الحدائق فأدخلوا إلى الأندلس نباتات لم تكن معروفة سابقا كالأرز وقصب السكر والعنب والحنضيات والموز وغيرها ومن الملاحظ أن مدينة بلانسيا ما زالت تحتفظ بما تبقى من نظم العرب المتعلقة بسقاية البساتين ومن أبرز الشواهد على تطور نظم الزراعة في الأندلس الحديقة الجميلة الملحقة بقصر الحمراء في غرناطة فهي دليل واضح على عظمة العرب في الزراعة لأنها أصبحت أنموذجا يحتذا في بناء الحدائق الغنى نرى في الصورة قصر الحمراء وفي الوسط نافورة يرفعها تقوى على أسود وقد أسهم علماء الأندلس في تقدم العلوم الزراعية وصنفوا فيها كتبا علمية واهتموا بالنباتات الطبية التي يستخرج منها الأدوية والعقاقير الطبية وألفوا فيها كتبا مثل الجامع لمفردات الأغذية والأدوية لابن بيطار وكتاب الفلاحة في الأرضين لابن العوام وكتاب الفلاحة لابن بصال نعيد تأليف الكتب وألفوا فيها كتبا مثل الجامع لمفردات الأغذية والأدوية لابن البيطار وكتاب الفلاحة في الأرضين لابن العوام وكتاب الفلاحة لابن بصال برأيك هل ربط علماء الأندلس إنجازاتهم بعلم الأدوية في الواقع الحياتي لهم؟ وما النتائج التي ترتبت على إيجاد علم الأدوية؟ اثنان الصناعة ازدهرت الصناعة في جميع المدن وظهرت طوائف حرفية عرفت باسم أرباب الصناع وصار لكل حرفة رئيس منتخب من أصحابها عرف باسم الأمين وهو مسؤول ومدافع عن أهل حرفته أمام ممثل الحكومة وهو المحتسب ما وجه الشبه بين رئيس الحرفة في الأندلس ورئيس النقابة في العصر الحديث؟ برأيك ما هي مهام رئيس الحرفة؟ عرفت الأندلس عددا من الصناعات التعدينية والصناعات النسيجية والصناعات الغذائية فكانت الأندلس من المناطق المهمة في العالم التي عرفت بصناعة المواد الغذائية كتجفيف الحبوب والفاكهة وعصر الزيتون وصناعة السكر وعرفوا صناعة المنسوجات فاشتهرت الأندلس بصناعة الملابس من الكتان والحرير وأتقنوا فن الصباغة الأمر الذي أكسب ملابسهم الألوان الزاهية الفاخرة واشتعرت الأندلس في الصناعات التعدينية وذلك لتوافر الكثير من المعادن فيها مثل الذهب والفضة والنحاس والحديد والكبريت والزجاج وغيرها وبرعوا في صناعة الفخار المذهب والفسيفساء ودباغة الجلود والسجاد وصناعة الورق فسر تعدد الصناعات الغذائية والمعدنية في الأندلس بلغت الصناعات العسكرية في الأندلس شأنا عظيما من الإتقان والرقي والقوة فمدينة مارسيا اشتهرت بصناعات الحربية وأنشئ فيها دور لصناعة السفن الحربية لمواجهة الأخطار المحيطة بالأندلس من الخارج لاسيما الخطر النورماندي والخطر الفرنجي وعرفت في عصرهم الشواني الشواني وهي سفن كبيرة تحمل الجنود والأسلحة والطريدة وهي سفن أصغر من الشواني تحمل الفرسان والخيول جهزة للمطاردة والعمل السريع ثالثا التجارة نشطت التجارة الداخلية والخارجية في الأندلس لإشرافها على البحر المتوسط والمحيط الأطلسي ولطول سواحلها وتعدد موانئها فكانت موانئ الأندلس تعج بالنشاط والحركة خاصة الموانئ الشرقية المطلة على البحر الأبيض المتوسط بحكم قربها من الموانئ العربية ولا تزال معظم أسماء الأماكن في إسبانيا والبرتغال الأندلس بين قوسين عربية الأصل وتميزت مدينة المرية بأنها قاعدة التجارة في شرق الأندلس فاستر احتفاظ كثير من الأماكن في الأندلس بالتسمية العربية وقد ساهم وجود فائضا في المنتوجات الزراعية والصناعية على تشجيع التجارة النشيطة فظهرت الأسواق التي تدفقت فيها البضائع التجارية فكان لكل مدينة سوق رئيس فعادت على أهالي الأندلس بالرخاء والثراء وزيادة الأمان في البحر الأبيض المتوسط ساعد في زيادة التبادل التجاري بين الأندلس والمشرق وأوروبا الأمر الذي العكس إيجابيا على الاقتصاد الأندلسي وتعامل التجار مع بعضهم عن طريق تبادل السلع وأحيانا عن طريق استخدام العملة وكانت الصكوك والسفاتج أو الحوالات من الوسائل الشائعة لاستخدام في الأندلس وكانت المبادلات التجارية تتم بالدينار الإسلامي والدينار البيزنطي ملجهة التي تراقب الأسواق في العصر الحديث استخلص مما سبق العوامل التي ساعدت على ازدهار النشاط التجاري فكر على ما يدل استخدام الدينار العربي والبيزنطي في المبادلات التجارية في الأندلس عرفت الأندلس التجارة الخارجية التي تقوم على الصادرات والواردات فكان أهم الصادرات المنسوجات والمعادن والقطن والحريرة والخضار والفواكه والزيوت والجلود ومواد الصباغة والعنبر والطيب وأما الواردات فأهمها التحف والأشياء الثمينة والتمور والذهب والحبوب والصمغ لماذا اعتبرت التمور من أهم السلع التي تستوردها الأندلس؟ ثانيا الحياة الاجتماعية كان المجتمع الأندلسي خليطا من أجناس مختلفة عاشت في ظل الحكم العربي الإسلامي وتمتعت بالتسامح الديني واحد فئات المجتمع يتكون المجتمع الأندلسي من عدة فئات هي العرب كانت النواة الأولى للعرب من الذين وصلوا الأندلس وهم من القبائل القيسية واليمنية وممن وفد مع موسى بن نصير ثم توالت هجراتهم من الشام بعد سقوط الدولة الأموية هربا من العباسيين وسكنوا جنوب الأندلس وغربها باء البربر كان البربر يمثلون معظم الجيش الفاتح للأندلس مع طارق بن زياد ونظرا لقرب مساكنهم من الأندلس توالت هجراتهم إليها وخاصة من قبائل زناتا وصنهاجا واختار البربر النزول في المناطق الجبلية في الأندلس في الجنوب والوسط والغرب لتقاربها مع طبيعة بلادهم وامتهن من سكن المدن منهم الحرف اليدوية والصيدة والسقاية والبناء وامتهن سكان البوادي تربية الماشية جيم المولدون هم سكان الأندلس الأصليون الذين اعتنقوا الإسلام وأبناء العرب والبربر من أمهات إسبانيات ولم يكن هناك فرق بين وضعهم العام ووضع العرب والبربر المسلمين في الأصل وقد امتهنت تلك الطائفة الزراعة والتجارة واستخدمهم الأمويون في بعض المناصب الإدارية برأيك هل لتنوع الفئات الاجتماعية دور في ازدهار الحياة الاقتصادية في الأندلس؟ وضح ذلك إثنان مظاهر الحياة الاجتماعية تعددت فئات المجتمع في الأندلس فقد تألفت من أجناء أسن مختلفة في الدولة الإسلامية وتفاعلت هذه الأجناس مع بعضها بفضل الدين الإسلامي الذي حث على التسامح الديني والفكري فأثمرت حضارة عريقة أغنة الفكر الإسلامي ولمعرفة مظاهر الحياة الاجتماعية في الأندلس تأمل الشكل التالي مظاهر الحياة الاجتماعية في الأندلس المساكن على الرغم من تنوع الأجناس في الأندلس إلا أن المساكن كانت متجاورة وتنوعت المساكن بين قصور وبيوت للعامة التي كانت ذات طابع شامي فظهرت النوافير والأروقة وتميزت بيوت الأندلسيين بالزخرفة والنقش الأعياد والاحتفالات احتفل مسلمو الأندلس بعيد الفطر والأطحى وفيها تقام الصلاة ثم يبدأ الاحتفال الذي يستمر لساعات متأخرة من الليل فيلبس الناس ملابس جديدة واحتفلوا بالمولد النبوي ويوم عاشوراء ورأس السنة الهجرية والميلادية ويوم النيروز وكانت العطلة يومي السبت والأحد اللباس كان لباس العامة جبة من الصوف أو القطن ويرتدون على رؤوسهم عصائب الصوف الأحمر أو الأخضر وكان العلماء يلبسون الجلابيب والعمائم وأما ألبسة النساء فهي رداء من كتان فطفاض مزين بالحلي والجواهر وسائل التسلية واللهو والترفيه مرس سكان الأندلس هوايات عدة يقضون فيها أوقات فراغهم فنظموا سباقات الخيل ومباريات المصارعة بالعصي وكان اللعب بالشطرنج والنرد رائجا عندهم هذه مظاهر الحياة الاجتماعية في الأندلس أسئلة الدرس عرف ما يلي المولدين الشواني 2-عدد الفئات الاجتماعية التي تكون منها المجتمع الأندلسي 3-وضح أثر المسلمين في تطور الزراعة في الأندلس 4-ما أثر توافر المواد الخام في الأندلس على تطور الاقتصاد الأندلسي 5-بين تأثير حياة بلاد الشام على حياة الأندلسيين 6-كيف أدى تعدد الأجناس في الأندلس إلى قيام حضارة عربية وإسلامية مزدهرة تم الدرس الرابع شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم ترجمة نانسي قنقر